بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا لهذا اليوم عن العمارة في مدينة القدس عبر التاريخ الإنساني وهي قضية في غاية الأهمية لابد أن تكون حاضرة في الوعي الإنساني والإسلامي خصوصا ليدرك المسلمون صلتهم بهذه الأرض المقدسة وأنها كانت قبل الوجود الصهيوني وقبل الوجود اليهودي وأنها أرض متجذرة وهي لأهلها أقول مدينة القدس معمورة ومأهولة منذ بداية التاريخ الإنساني ولا تعرف المعالم الحقيقية للبدايات على التحديد ولو حتى بصورة مجملة لكننا نعلم على اليقين أن المسجد الأقصى هو ثاني بيت وضع لله في هذه الأرض فالعمارة إذن بدأت في تلك المدينة مع بداية الإنسانية الباني للأقصى هو آدم عليه السلام وهذا على أرجح الأقوال لكننا لا نعلم أين سكن بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وأين كان مقامه لكنه من المنطقي جدا أن يسكن قريبا من واحد من البيتين الذين قام ببنائهما لله عز وجل فهو الباني لمكة وهو الباني للمسجد الأقصى المبارك صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة حين ننظر إلى وصف إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمكة نجد أمرا عجبا يقول ربنا جل في علاه يحدثنا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما أرسل زوجته وابنه إسماعيل إلى مكة قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون والمعنى المستفاد من هذه الآية أنه واد لا زرع فيه بالتالي لا ماء فيه بالتالي لا بشر فيه بالتالي لم يكن معمورا لم يكن معمورا في حين أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أقام في القدس وفي بيت المقدس صلى الله عليه وسلم لأنها كانت معمورا ولعل هذا يدلنا ولو بشيء يستأنس به أن آدم صلى الله عليه وسلم أقام هناك في الأكناف ونحن نعلم أن أول من أقام في مكة هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم وأمه ومن غير اختيار منهما بل كانت طرارا وبأمر من الله عز وجل والحق أن إسماعيل كان يريد أن يكون في بيت المقدس صلى الله عليه وسلم بعد إسماعيل بدأت الحياة تدب في مكة المكرمة إذن هناك علاقة واضحة بين آدم وبين بيت المقدس صلى الله عليه وسلم كما كان هناك علاقة واضحة بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وذرية إبراهيم ببيت المقدس فهو الباني الثاني وربما أن يكون الثالث لبيت المقدس صلى الله عليه وسلم أما الذي أظنه أنه الباني الثاني لبيت المقدس قبل إبراهيم هو نوح عليه السلام فإنما ترجح لي بعد مزيد نظر وتأمل أن سفينة نوح صلى الله عليه وسلم هبطت هناك في بيت المقدس ونزلت هناك وكانت نجاة نوح ومن معه هناك صلى الله عليه وسلم ولي على ذلك بدلة أستأنس بها أولا أن نوح صلى الله عليه وسلم قال ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ونوح صلى الله عليه وسلم حين سأل منزلا مباركا هو يعلم أنه لم يذكر في كتاب الله مكانا مباركا سوى بيت المقدس والأرض المقدسة فلم يذكر في كتاب الله بالتالي حين قال منزلا مباركا هو كان يقصد هذا صلى الله عليه وسلم فكان الجواب له من ربه قيل يا نوح بط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك فكان جواب نوح من جنس مسألته وأنزله ربه في الأرض المباركة الإشارة الثانية هي ورود ذكر نوح صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء بعد حديثه عن المسجد الأقصى وصراع المؤمنين مع بني إسرائيل وفي الحقيقة كان من العجيب أن يأتي ذكر نوح في هذا المقام حين قال ذرية من حملنا مع نوح وكان عادت القرآن أنه يذكر إبراهيم يذكر يعقوب إسحاق أنبياء بني إسرائيل فجاء ذكر نوح في سياق الحديث عن المسجد الأقصى لعله إشارة لعلاقة نوح بتلك المنطقة ثم إشارة ثالثة في غاية الأهمية أن الله قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا والعبودية لها صلة واضحة بالمسجد الأقصى فحين أسرى برسوله قال سبحان الذي أسرى بعبده وحين حدثنا عن تحرير الأقصى من الصهاينة قال بعثنا عليكم عبادا فالعبودية كانت مرتبطة ولما ذكر نوح وصفه بالعبودية لكن تأملوا حين ذكر موسى صلى الله عليه وسلم ذكره باسمه المجرد في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ما قال عنه عبدا وهو خير العباد صلى الله عليه وسلم وهو الكليم لكن في هذا السياق ما قال عنه وما وصفه بالعبودية وهي إشارة كذلك أن نوح عبد كمحمد كالعباد الذين حرروا المسجد الأقصى وكان لهم صلة بالمسجد الأقصى المبارك الإشارة الرابعة وهي في غاية الأهمية تربط بين هؤلاء الأنبياء اسمعوا لربكم جل في أولا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين في الحقيقة آدم أبو البشر نوح أبو البشر الثاني إبراهيم أبو الأنبياء فالثلاثة أصول للبشرية صلى الله عليه وسلم وجاء ذكرهم في هذا السياق معا وأن الله اصطفاهم العجيب في هذه الآية أنها جمعت آل عمران مع هؤلاء الأنبياء لكن ما العلة في هذا الجمع؟ اسمعوا لله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فعلّل الله اصطفاء آل عمران بأن زوجة عمران نذرت ما في بطنها لعمارة المسجد الأقصى ولإقامة المسجد الأقصى فالظاهر أن الصلة بين الأنبياء الثلاثة وبين آل عمران هو المسجد الأقصى وهذا يؤكد أن الباني هو آدم صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت عندنا الباني إبراهيم أيضا كان بانيا ولعل نوح كان الباني الثاني صلى الله عليه وسلم فلقد أيضا ثبت عند أهل السنة وعند جمهور المؤرخين أن الطوفان الذي كان في زمن نوح قد عمّ الأرض جميعا بالتالي لعلّه هدم المسجد الأقصى وهدم تلك المنطقة فأعاد نوح إعمارها صلى الله عليه وسلم وهذا لعلّه يفسر مجيء هؤلاء الأنبياء مع آل عمران في هذا السياق المرتبط ارتباطا وثيقا بالمسجد الأقصى المبارك إذن كانت الصلة بين كل هؤلاء جميعا هي عمارة بيت المقدس عمارة المسجد الأقصى فالعمارة فيه بدأت مذ بدأ التاريخ الإنساني وتأملوا لداود صلى الله عليه وسلم حين أقام دولته هناك وكانت القدس عاصمة له صلى الله عليه وسلم ولا يمكن إلا أن يكون قد عمرها وبناها وسنتكلم عن الصناعات التي كانت في ذلك الزمن والتي نشأت وتأسست في تلكم البلاد المباركة والتي ما كانت إلا في تلكم البلاد وقبل ذلكم انظروا لسليمان صلى الله عليه وسلم حين جاء بعرش ملكة اليمن بلقيس وهي المفتخرة بعرشها وبملكها وبعمارتها وبسد سبأ المشهور وهو أول سد في التاريخ لكن حين رأت العمارة وفن العمارة الذي كان في بيت المقدس أصابها شيء من الذهول والعجب قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير تأملوا معي ما أمرها بعبادة الله وما حدثها عن التوحيد لكنها من هول ما رأت من بناء وعمارة وفنون عجيبة وهي المهتمة بمثل هذا الأمر مباشرة قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين من هول ما رأت في ذلكم المشهد ومن الفنون العجيبة التي كانت في بيت المقدس سبأ حدثنا ربنا عنها وتأملوا معي وسأمر في الآيات سريعا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وتأملوا القرآن يحدثنا أن مسكنهم يعني العمارة التي كانت عندهم آية من شدة عظمتها وروعتها وأبهتها لكن بلقيس تعجبت مما رأت في بيت المقدس وهذا إنما يدل على عظمة العمارة التي كانت هناك في بيت المقدس أقول وتأملوا معي عن فنون الصناعات التي كانت في بيت المقدس وربنا يحدثنا عن داود صلى الله عليه وسلم قال الله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فنبي الله داود صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنه أقام العاصمة والدولة كان يعلم الناس فنون الصناعات المتعددة التي ما كانت إلا في بيت المقدس فهو يصنع الدروعة ويصنع اللباس الحربي صلى الله عليه وسلم فضلا عن سوى ذلك من الأشياء حتى ربنا قال أنعمل سابغات وقدر في السرد يعني كانت صنعة دقيقة المسامير يضعها في أمواضعها بشكل دقيق صلى الله عليه وسلم في الدروع التي كان يصنعها وتأملوا لسليمان صلى الله عليه وسلم من بعد داود كذلك ربنا حدثنا عنه وعن صناعاته العجيبة قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا لنذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا يأمرهم الله بالصناعة المعجزة لم تكن في تلكم الصناعات المعجزة في أن الله سخر هؤلاء الجن خدما لسليمان لكنها صناعات علمها الله للجن والجن علمها للإنس وبدأت تتحرك مثل هذه الصناعات وتنشأ في بيت المقدس حتى قال الله اعملوا آل داود شكرا بيت المقدس إذن كان عامرا قال الله لبني إسرائيل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية والقرية من القراوة وطعام الضيف ولا يكون هذا إلا في المكان العامر وحدثنا ربنا عن الظالمين الذي كانوا هناك قال عنهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكه والحديث عن بيت المقدس إذن فالقدس أرض العمران والبناء والصناعة والزراعة وقد كانت مقصد الأنبياء بشكل عام ومحل سكنهم صلى الله عليه وسلم في حين أننا كما ذكرت لكم لم نجد أحدا من الأنبياء سكن مكة قط إلا نبيين إثنين إسماعيل ومحمد عليهما السلام وكما أسلفت فإسماعيل سكنها اضطرارا ثم محمد صلى الله عليه وسلم في أول أمره سكنها اختيارا لكنه خرج منها اضطرارا وبعد الفتح كان يمكنه أن يرجع ليسكن في مكة لكنه أبى إلا أن يسكن في المدينة صلى الله عليه وسلم وعاش في المدينة عمرا أكثر من الذي عاشه في مكة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم هذه إطلالة سريعة على العمران والبناء والصناعة في بيت المقدس تربطنا ببيت المقدس تربطنا بمدينة القدس وأن لنا جذورا راسخة متينة في تلكم الأرض المقدسة أسأل الله عز وجل أن يردنا إليها قريبا عاجلا الله أعلم اشتركوا في القناة